السلام عليكم طلبة المرحلة الثالثة والرابعة في قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة الجامعة المستنصرية نستمر بتكملة محاضرة مادة Signal Flow Graph اللي انتهينا منها في المحاضرة السابقة بإنهاءنا لمثال كيفية استخدام العمليات الجبرية للحصول على Transfer Function لSignal Flow Graph Example اللي أخذناه في المحاضرة السابقة اليوم راح نتطرق للخطوات الأساسية لحل هكذا نوع من الأمثلة باستخدام الطرق الجبرية فموضوعنا هو Simple Process of Calculating Expression of Transfer Function for Signal Flow Graph يعني هذه هي مجموعة من الخطوات اللي ممكن أنه نتبعها حتى نحل مسألة Signal Flow Graph والحصول على Transfer Function باستخدام طرق الجبرية اللي ذكرناها سابقا النقطة الأولى اللي لازم نراعيها أثناء احتسابة Transfer Function لSignal Flow Graph هي النقطة الأولى الصفحة الأولى التي ستقوم بأستخدام سنجدها من خطوات النقطة eres التي ستقوم بأستخدام طرق الجبرية المحاضرة إلى النقطة يعني شنو المقصود بهذه النقطة احنا في المثال السابق لو تشوفون بانه كان عندنا هذا المثال بدينا بعملية ايجاد معادلات لكل واحدة من النوتس اللي موجودة عندنا داخل النظام او داخل السيغنال فلوغراف يعني مثلا هناك الاكس تو كتبنا لها معادلة وهذه المعادلة حسبناها كالتالي انه الانبوت للأكس تو اللي هو حاليا اكس وان مضرب بالترانسميتنس مالتا نحصل النتيجة الاولى وايضا نشوف اي اشارة او اي سيغنال تدخل الى الأكس تو مثلا عندنا الأكس ثري ايضا تضرب بالترانسميتنس سي وتجمع مع حاصل الضرب بين الأكس وان في الأي يعني هناك الأكس تو هي النود اللي دا نحسب عدها فنشوف كم سيغنال داخل لها مثلا السيغنال اكس وان والسيغنال اكس ثري كل واحدة من هذه السيغنال ستنظر بالترانسميتنس الخاصة بها وتجمع النتائج للحصول على الأكس تو وبهذا نحصل على المعادلات لكل نود من النود اللي موجودة على امتداد المسار بالنسبة للسيغنال الفلوغراف اذا الخطوة الاولى هنا دا يطلب من عدنا انه لحساب السيغنال عند نود معينة نجمع حاصل ضرب السيغنال الداخلة بالترانسميتنس مالتها مع السيغنال الاخرى مضروف في ترانسميتنس مالتها الى ان نكمل كل السيغنال الداخلة الى نود معينة النقطة الثانية اللي لازم نراعيها يقول لاحظ احنا حسبنا المعادلات في كل واحدة من النود لاحظ عندنا النود X1, X2, X3, X4, X5, X6 هنا حسبنا المعادلات في كل واحدة طبعا هنا الـ X1 ما تنتج من عملية حسابية لانه هي Unput Signal لذلك ما حسبنا الـ X1 حسبنا الـ X2, X3, X4, X5, X6 لذلك هذه المعادلات إذن دايقون لنا بأنه المعادلات Now by calculating Unput Signal at each node هاي النوات اللي ذكرناهين قبل قليل will get number of equations هذه المعادلات اللي شفناها قبل قليل which relating node variables and transmittance هذه شفناها قبل قليل كيف تضرب الترانسميتنس بالـ Unput Variable حتى نحصل على الـ Variable اللي موجود عند النوات اللي دايتمع لها حساب المعادلة More precisely, there will be one unique equation for each of the Unput Variable node إذن في هذا الحال اللي لاحظ هنا بالنسبة للـ X2 عندنا معادلة وحيدة نقدر نحسب من عدها الـ X2 بالنسبة للـ X3 أيضا عندنا معادلة وحيدة بالنسبة للـ X4 كذلك والـ X5 والـ X6 إذن حصلنا من خلال هذه النقطة الثانية على المعادلات اللي تصف كل واحدة من النوات اللي موجودة عندنا بـ System النقطة الثالثة إذن مثل ما شفنا بالمثال السابق حل هذه المعادلات بالتعويض زيان للحصول على نسبة الـ Output للـ System إلى الـ Unput الخاص بالـ System فرح نحصل على الـ Transfer Function الكلية النقطة الرابعة Lastly By dividing inspiration of ultimate output of the expression of the initial input we calculate the expression of transfer function of that signal flow graph إن هذا يقولنا بأنه آخر Output بالـ System لو قوسمناه على أول Unput بالـ System رح نحصل على الـ Transfer Function وهذا شفنا في المثال السابق وحصلنا على الـ Transfer Function من تقسيم الـ Output Ultimate Output هنا نسميه على الـ Initial Unput أول Unput عندنا بالـ System الـ Ratio Matum رح نحصل على الـ Transfer Function وهذا سوينا بالمثال السابق رح نسوي مثال آخر حتى شوية نتمرس على موضوع Signal Flow Graph لاحظ هذا المثال الثاني Find the Transfer Function of the following Signal Flow Graph هنا لدينا Signal Flow Graph قريب بالشكل من Signal Flow Graph السابق لـ Example السابق لكن لاحظ عندنا هنا هذه اللوب لاحظ هنا لدينا هذه اللوب لاحظ ما ملامسة هذه اللوب اللي هنا لدينا لاحظ هذه اللوب هذه اللوب كانت ما ملامسة اللوب هذه الثانية لاحظ هنا لدينا مسار أو برانش بين X3 والX4 لكن بالمثال هذا الثاني لاحظ هنا لدينا اللوب هذه تلامس أو تاتش للوب هذه طبعا من الحال هنا رح يختلف ورح نشوف كيف إذن هنا رح نبدأ بأنه نكتب معادلة كل variable عند نود معينة يعني رح نكتب معادلة variable X2 معادلة variable X3 والX4 والX5 والX6 ورح تكون بالشكل التالي هذه X2 لاحظ عزيزي طالب هنا للX2 تنتج من حاصل ضرب X3 في C والX1 في A لاحظ هنا أنا هسا AX1 زائدا CX3 وبالنسبة للX3 لاحظ نشوف شنو السيغنالس اللي تدخل للX3 هي اللي تكون للX3 لاحظ هنا X4 مضروبة في E زائد X2 مضروبة في B تنتج لنا X3 وحصل لنا X3 بهذا الشكل وب نفس الطريقة نحصل على X4 زيان لاحظ X4 عندنا إدخال واحد فقط اللي هو signal X3 تنظر بترانسميتنس D وتحصل على قيمة X4 وحصل لنا X4 وبعد X5 بنفس الطريقة والX6 من كتبنا المعادلات الخاصة بالNodes لكل Variable موجود عندنا بالSignal Flow Graph الآن نبدأ عملية التبسيط بأخذ المعادلات هذه والتعويض بالطريقة اللي شفنا بالمثال السابق لاحظ هنا X6 يعني تساوي G في X5 هذا بدنا بهاي المعادلة نستبدأ X5 بما يقابلها اللي هو F في X4 حطيناها بعديا عوضنا بما يعادل من X3 يعني هنا لدينا X4 تساوي D في X3 أيضا عوضنا رجعنا مرة ثانية عوضنا بدل X3 ما يعادلها من X2 و X4 هنا 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 بهذا بهذا الشكل وأيضا هنا قمنا بعملية تبسيط بفتح هذا القوس فتح القوس بهذا الشكل اللي أمام لك وبعدها تمت عملية استبدال للحد اللي بي قيمة X2 بما يعاد X2 تساوي A X1 زادا C X3 فعوضنا بدل X2 هنا لاحظ هذه X2 استعيض عنها بهذا القوس اللي هي قيمة X2 هنا حسب هذا المعادلة لكن الحد الأخير بقى كما هو ما بي تلاعب زيان لاحظ حصلنا سهنان على معادلة به X6 من جهة وبه X1 و X3 و X4 من جهة نحن ندور على معادلة تربط X1 فقط X6 لاحظ هنا راح نفتح القوس هذا لاحظ العمليات الجبرية عزيز الطالب اللي نقوم بها للحصول على Tracer Function وهي عملية متعبة باستخدام الطرق الجبرية الاعتيادية فتحنا القوس لاحظ بهذا الحال وارجعنا مرة ثانية لعمليات التعويض العكسية لاحظ هذا الحد ينزل كما هو طبعا الطرف الأول المعادلة هو XX نزل هذا الحد الأول كما هو هنا عدنا الحد الثاني هذا بدل X3 والD لاحظ X3 في هذا D حطينا بدالهم X4 حسب هذه المعادلة D في X3 هي X4 تمام وعوضنا بهذا الحال وعدنا المعادلة الأخيرة لاحظ عدنا X4 حطينا ما يعادلها لاحظ X4 في F X4 في F تساوي X5 فعوضنا بدلها X5 وحصلنا هذه المعادلة التي تربط X6 X1 X4 X5 X5 وممكن نرتب حدود المعادلة بحيث تصبح بالشكل هذا الذي أمامنا جيد أصبح لدينا المعادلة بهذا الشكل تمام والآن X6 نأخذ من هذه المعادلة ويبقى لدينا هذا الحد الذي هو فقط مضروب في X1 ونجد بعد هذا النسبة بين X6 إلى X1 ونحصل على المعادلة Transair Function للمثال الحالي لاحظ العمليات الرياضية التي قمنا بها هي عمليات ضرب وعمليات جمع وعمليات استبدال وعمليات أخذ عامل مشترك وبالأخير عملية أخذ النسبة بين Output X6 إلى X1 للحصول على Transair Function بهذا طريقة جبرية طبعا هذه طريقة جبرية هي للاطلاع الطالب يطلع عليها ويشوف المقدار الجهد المبذول للحصول على Transair Function وهي طريقة نراويك الجهد الرياضي التي تحتاجه وصعوبة العملية الرياضية التي يقوم بها الطالب خصوصا أنه نتعامل مع أمثلة بسيطة متى ما كانت هذه الأمثلة أكثر صعوبة ستكون هذه العملية الرياضية تقريبا شبه مستحيلة أو على أقل تقدير ستكون بوجود أخطاء أثناء عملية الحساب لاحظ عزيزي الطالب النتيجة التي وصلنا لها حاليا هذه النتيجة التي وصلنا لها حاليا لTransair Function لهذا المثال وأيضا لTransair Function التي حصلناها للمثال السابق هذا هذه هي X6 إلى X1 للمثال السابق تلاحظ التو Transair Functions تختلف إحداهم عن الأخرى مثل ما نشوف حاليا هنا لو نجري يعني بعض التحليل لهذه ال Two Transair Functions للمثالين الأول والثاني ونفترض بعض الرموز اللي رح نستخدمها في عمليات المقارنة للنتائج اللي حصلنا عليه المثال أو المثال الثاني إذا افترضنا بأنه P هو Forward Path Transmittance Between Extreme Unput نقصد بالExtreme Unput يعني هو أول Unput يدخل للمنظومة تمام Extreme Unput and Output of a Signal Flow Graph زيان إذن لو اعتبرنا P هو Feed Forward Path واعتبرنا L1 L2 إلى آخره هي Loop Transmittance أو ما يسمى بالLoop Gain بالنسبة للFirst Loop والSecond Loop إلى آخره فبهذا الحالة ممكن أنه بالنسبة للمثال الأول لاحظ For the first example لTransfer Function ممكن حسابها باتباع الطريقة التالية لاحظ إحنا لTransfer Function هذا T الRatio بين X6 إلى X1 لقناها بأنه تساوي هذا المقدار هذا بالنسبة للمثال الأول ورح نساويها لهذه الكمية اللي موجودة عندنا على جهة اليمين لاحظ حاصل ضرب A في الB في الD في الE في الG هو Forward Path Gain أو Path Gain بالنسبة للسؤال الأول أو الExample الأول خلينا نرجع ونشوف المثال الأول لاحظ المثال الأول حاصل ضرب A في الB في الD في الE في الG حصلنا على الGain لل Forward Path الوحيد اللي موجود عندنا في هذا المثال A B D E G خلينا نشوف المعادلة لاحظ هو بالفعل نفس المثال A B D E G هذا P تعادل الGain اللي موجود عندنا على امتداد الPath من الأول إدخال اللي هو X1 إلى آخر إخراج اللي هو X6 مقسوم عليه واحد ناقصا هذه ثابتة بالمعادلة بالمقام واحد ناقصا نفتح قوس حاصل جمع اللوب Gains حاصل جمع إيش اللوب Gains خلينا نرجع للمثال الأول يعني شوف هذا المثال أول كم لوب عندنا هنا لاحظ هذي اللوب الأولى شوف لاحظ نمشي باتجاه السهم هذه اللوب واحد هذه اللوب الأولى لاحظ إذا مشيت آني عكس السهم معنات هذه مو لوب شوف السداء مشينا باتجاه السهم وهنا باتجاه السهم إذن إذن هذي اللوب الأولى هل عدي اللوب ثانية أي نعم هذي من X4 لل X5 بعدين نرجع من X5 لل X4 كل واحدة من هذه اللوب الها Gain نسميه باللوب Gain لاحظ اللوب Gain لهذه اللوب هو B في C وال Gain لهذه اللوب هو E في F إذن نرجع للمعادلة الخاصة بالترانسير function لاحظ مالتنا لاحظ إذن P هو المسار مالتنا للترانسيمتنس أو Gain مالتش قطلعنا شفنا فعلا بالنسبة لل PATH شفنا فعلا هاي القيمة واحد ناخصا هذي بالقانون الثابتة بين قوسين اللوب Gain لللوب الأولى كان هو حاصل ضرب B في C وفعلا هو حاصل ضرب B في C لو لنوضعها هنا وبالنسبة لللوب الثانية كان حاصل ضرب E في F وهو فعلا لقينا بالمثال حاصل ضرب E في F هنا بالمعادلة نستمر بالمقام زائدا حاصل ضرب اللوب الأول مع اللوب الثاني على شرط يكونون غير متلامسين إذن هنا نشعد لوب كأزواج ناخذهم يعني إذا كان عندي لوب عدد اثنيا فأوجد حاصل ضرب مالتهم إذا هذول اللوب تاجت يعني مثل هذه الحالة ما أخذ حاصل ضربهم ما يحتاج أوضع هنانا بالمقام لاحظ هنا ما يحتاج أوضع ولكن المثال مالتنا الأول ذاك التوب لوب مالتنا مو تاجت يعني ما كون نود مشتركة بين هاتهم أو أكثر من نود شوف واستهنان X4 والX3 من فصلات إذا هذه اللوب معزولة عن هذه اللوب إذا حاصل ضرب اللوب مع هذه اللوب نوضع أيضا في المقام بالنسبة للمعادلة العامة هذه إذا نلاحظ L1 في L2 L1 و L2 كان B C و E F إذا حاصل ضربهم ب C E F نوضع إذا لو نتبع هذا القانون الموجود Gain ونحط بالPath Gain أيضا فرح نحصل على Transfer Function وبدون العمليات الرياضية المتعبة اللي مرينا بها للحصول على Transfer Function بالنسبة للمثال هذا الأول لو نطبق نفس الشيء بالنسبة للمثال الثاني لاحظ نفس هذا القانون زيان بالنسبة لاحظ And for the second example the Transfer Function is لاحظ لو نطبق المثال ثاني لترانسير Function هي Output على Unput X6 over X1 نشوف هنا Path Gain نفس بالحالة الأولى بالنسبة للمثال الأول والحالة الثانية بالنسبة للمثال الثانية نفس فهنا نبق على 1 ناقص نشوف القانون مالتنا 1 minus ثابتة هنا سبعا قوسيا نحصل جمع Loop Gain يعني الGain لللوب الأولى حسب المثال السابق لاحظ المفروض أقول زائد حاصل ضرب اللوب Gain زي اللوب Gain ما تل اللوب اللي موجودة عندي هنا بالمثال الثاني كان عندي Two Loops تمام ولكن لأن هذي Two Loops Touched فما يصير أخذ حاصل الضرب مالتهم لاحظ هنا مكتبة زائد BCEF مثل المثال السابق هذا اللي هو زائد L1 في L2 اللي هو BCEF ما أخذته ليش لأن Two Loops Touched فما يصير أخذ الحد هذا وأحسب لأنه رح يصير عدي خطأ حتى ترسخ الفكرة أكثر باستخدام هذا القانون العام وكيفية التعامل رح نشوف هذا المثال الثالث حتى نتقوى في موضوع Signal Flow Graph Examples لاحظ هذا المثال البسيط عدنا هنا 4 Nodes X1 X2 X3 X4 X1 هو Unput X4 هو Output نطلب Transair Function إذن هو نسبة X4 إلى X1 نكتب المعادلات لكل Node طبعا ما نكتب المعادلة للNode اللي هي X1 لأنه ما كود قبلها شيء هي X1 معرفة بنفسها ولكن X2 معرفة بحاصل ضرب X1 في A زين وبالنسبة X3 معرفة بحاصل ضرب X2 في B وال X2 في C لاحظ لأنه 2 branches على التوازي زين لاحظ 2 branches على التوازي 200 تجهون الأمام وعندي وعندي X3 حسبنا X4 تساوي X3 مضروبة في D إذن لدينا ثلاثة معادلات X4 X3 X2 وكتبنا بهذا الشكل اللي أمامنا الآن نبدأ بعملية التعويض العكسية هنا لدينا آخر معادلة حصلنا X4 تساوي D في X3 نشوف X3 تساوي نعوض ما يعادل عوضنا بعدين فتحنا القوس والآن راح نعوض بدل X2 ما يعادل من قيمة X1 عوضنا نسحب هنا X1 عام المشترك ونقسم طرفين المعادلة على X1 ونحصل عن نسبة X4 إلى X1 وساوت عدنا هذا المقدار إذن هي لترانسفير فونكشن مالتنا هذه هي لترانسفير فونكشن مالتنا X4 إلى X1 ABD زائدا ACD رتبها المعادلة إذن حصلنا على الترانسفير فونكشن الكلية لاحظ عزيزي الطالب هنا ما عندي لوب يعني السواحد الطالب يقول لي هذي شنو لعد هذي مو لوب اللوب المفروض نحن نمر باللوب المفروض نمر باتجاه السهم ونرجع feedback بس لازم باتجاه السهم إذا ما كو مسار باتجاه السهم فميسر إذن هذي مو لوب هذي نعطهم للأمام هذي مو لوب إذن لاحظ مدام ما عندي لوب ما رح يطلع عدي مقام لترانسفير فونكشن زين لين ترانسفير فونكشن إذا كان بها مقام معناها أكو لوب وكو feedback هنا ما عدي feedback كل feed forward إذن نسأل نفسنا كم path لدينا للأمام لاحظ X1 X2 أمر بهذا المسار X3 X4 هذا مسار أول وبالنسبة المسار الثاني X1 X2 X3 مرورا بالB البرانش هذا B وبعدين أوصل للX4 إذن لاحظ هنا أنه الترانسفير فونكشن مالتي متكون فقط من two path الباث الأول P1 اللي يمر بالA والC والD شوف حاصل ضرب A هذا A في C في D هذا الباث الأول الباث الثاني يمر بالA بالB بالD هذا هو المسار أو الباث الثاني إذن حاصل جمع الباث الأول مع الباث الثاني هو ينطاني الكلية في هذه الحالة ناخذ example آخر example number four لاحظ هنا عندي إدخال اسم X1 و عندي إدخال X2 و عندي feed forward path أول و feed forward path ثاني و عندي هنا لاحظ feed back loop لاحظ لوب أولى وهنا أيضا عندي loop ثانية هل اللوب هذي الثانية touch هي اللوب الأولى يعني هل أكون نوتس مشتركة بين الأول والثانية لا ما إذن مطلوب نعدنا نوج transfer function لهذا system لاحظ عدي مسار أول P1 مثلا وهذا المسار الثاني P2 و عندي L1 هذي loop وهنا عندي loop ثانية هذي L2 مثلا و المطلوب نعدنا إيجاد transfer function لهذا example لاحظ transfer function بصورة عامة رح نكتبها للمسار الأول و رح نكتب المسار الثاني لاحظ رح نكتبها للمسار الأول و نكتبها للمسار الثاني و نجمع الناتجين لأنه باوح هي المسار يقدون إلى نفس النقطة X2 ليش لأنه X2 تساوي حاصل path الأول زائدا حاصل مسار path الثانية فرح أجد transfer function الكلية على اعتبار أنه 2 transfer functions وحدة على الجهة العليا وحدة على الجهة السفلة هنا إذن رح أحسبهم على شكل 2 transfer functions T1 تساوي P1 المسار الأول شوف عدي game بالمسار الأول مثلا خلني نعتبر المسار الأول هو هذا فهو A في C في D تمام لاحظ عدنا A في C في D لاحظ هنا هذا P المسار الأول وأني رح يكون مقسومة على المقام المقام هو 1 ناقص حاصل ضرب زيام loops بالمسار الأول كم loop عدي هنا بالمسار الأول فقط loop واحدة L1 اللي حاصل ضرب B ب C هذه إذن هنا فقط L1 transfer function بالنسبة للمسار الثاني هذا المسار الثاني زيان رح تكون feed forward E في F H والloop مالتا هي F G نوجد هم بهذا الشكل فلاحظ transfer function الكلية رح تكون هي عبارة عن T1 زائد T2 ليش لأن المسارين لاحظ الأول والثاني يصبون في X2 إذن رح أجمع النتيجة بهذا الشكل وأحصل على الناتج النهائي طبعا هنا ما عوضنا لأنه واضح العملية وبسيطة أصبحت لأنه هذا المثال الرابع الآن من ملاحظتنا الأمثلة الأربعة اللي أخذناها أنه حتى نحصل لترانسفير function لسيغنال ثلوغراف رح نكتب المعادلة لكل نود موجودة في المسار بين الإخراج وبين الإدخال بالنسبة للنظام وبعد هذا حلها بالطرق الجبرية الاعتيادية المعروفة وهذا العملية قلنا هي تضيع وقت واحتمالية الخطأ بيها واردة جدا لذلك لجأنا إلى ما يسمى بالماسن جير فورميلا ماسن جير فورميلا هذه الفورميلا اللي أمامنا سميت باسم العالم الرياضي اللي ابتكرها ووضعها لحل المعادلات التي تصيف المنظومات الموصوفة برسم سيغنال الفلوغراف لاحظ هذه الماسن فورميلا نقدر منعدة نحصل ترانسير فانكشن هذه تيهي ترانسير فانكشن تساوي سميشن فروم كي إقوال وان تو ان هذي الكي هو العداد ما تتجمع والان هو النمبر أوف باث نمبر أوف فورورد باث اللي هو يمتد من الأنبوت إلى الأوتبوت بالنسبة للسيستم سميشن أوف وات سميشن أوف بي كي تايمز دلتا كي أوف دلتا شنو هذي الرموز اللي موجودة عدنا بالمعادلة هذي المعادلة تحسب لنا ترانسفير فانكشن لسيستم خلني شوف كيف نستخدمها حتى نستخدمها لازم نعرف كل رمز من رموز ها الشي يعني لاحظ هنا عزيزي الطالب هنان أول شي بالنسبة لأن قلنا عليها is the number of forward path هذا عدد المسارات المتوازية يعني مثلا بالمثال هذا السابق كم فيد forward path عندنا لاحظ هذا المسار الأول هذا P1 نعتبره شوف هذا P1 شوف تغير من 1 إلى 2 لأن عندي two path بالنسبة المثال اللي شفنا قبل قليل delta K شنو إذا هنا عرفنا Pk is the forward path gain of the Kth path from a specified input to an output إذن في هذا الحال شفنا path الأول والpath الثاني بالمثال الأخير اللي أخذنا و in arresting Pk no node should be encountered more than once لاحظ من تريد تحسب gain بالنسبة للمسار فما يجوز تمر بالnode اللي موجودة بالمسار أكثر من مرة يعني لازم يكون عندنا المسار هو open path وليس close path ويمتد يجب أن يكون ممتد من الامput الأول للسيستم يعني مثلا X1 في الأمثلة اللي أخذناها إلى X6 بالنسبة للمثال اللي أخذنا الأول والثاني في هذا الحالة نجي على قيمة الدلتا هذه أخذنا شن المقصود بالPK خلنا أخذ المقصود بالدلتا اللي بالمقام هذي الدلتا دلتا is the graph determinate طبعا كل الرسم إلى determinate محدد وهذا المحدد للسيستم ما نرمز ناله هنا حاليا بهذا المثلث الصغير نسمي determinate of the graph which involves closed loop transmittance and the mutual interactions between non-touching loops and it is calculated as لاحظ هذه الدلتا هي عبارة عن determinate للغراف مالتنا وتحسب بالطريقة التالية شتضمن ش موجود داخل هذا القانون اللي يحسب الدلتا دايقول هنانا involves closed loop transmittance شو كم closed loop موجودة عدنا يعني مثلا هذا المثال الأخير كم closed loop هنا موجودة عدنا شوف لاحظ هذه وحدة هذه وحدة لاحظ من أدور حول اللوب لازم أنا يكون باتجاه الأسهم أدور هذه loop زين وهنانا هذه عدنا إيش loop إذن كم كم لوب عدنا هنا حاليا اثنين بس لازم أشخصهم هذول touch لو untouched هذول حاليا untouched زين إذن هنا نعرف بأنه الدلتا هي graph determinate وتضمن الclosed loop transmittance رح يحسب بها الclosed loop transmittance شوف كم close loop عدنا نحسب transmittance أو gain مالتها and the mutual interactions between non-touching loops يعني إذا عدنا non-touching loops فالgain مالتهم أو الحاصل الجمع للgain مالتهم أيضا يؤخذ بنظر الاعتبار شوف كيف تحسب الدلتا الدلتا قانونها هو واحد ناقصا sum of all individual loop transmittance يعني شنو الواحد ناقصا هذا بالقانون ثابت ينزل كم loop عدك ولنقل بالسيستما مثلا عدنا عشر loop كل loop لها gain تشوف حاصل ضرب transmittance around the loop وتضرب هم وتجي توضعهم بس لكل loop توجد gain مالتها هنا شا تسوي داخل هذا القوس تجمع كل اللوبات بغض النظر عن هذه اللوب مالتنا اش قد حجمها و ايش موقعها بعدين شنو الاشارة وراء هذا القوس طبعا زائدا يعني نكمل قانون هذا قانون شوية طويل فقسمنا الى اسطر اذا واحد ناقصا القوس الثاني بعدين زائدا قوس الثالث ناقصا قوس الثالث زائدا قوس الراء بعدين ناقصا هالا اشارة تتناوب سالب موجب سالب موجب هذا بالقانون ثابته زيان اذا قلنا واحد ناقصا حاصل جمع اللوب لكل اللوبات اللي نشوف عندنا بال system كاملا الآن زائدا شنو حاصل جمع اللوب جينز اللي هم non-touching بس ناخذهم على شكل اثنين اثنين يعني شنو يعني اذا كان عندي ثري لوب وهذه الثري لوب non-touching to each other يعني عندنا ثري لوب ولا واحدة من تلامس مع اللوب الاخرى اذا انا اقول اللوب جين مالتهم اضرب واحد في الثاني زين بس اخذ كل المحتمل يعني اضرب اللوب الاولى بالثاني واخذ الجين مع اللوب الاولى اضرب في الثالث واخذ اللوب مع الجين الثانية هم اضرب في الثالث ها كل الاحتمالات هذن اللوب جين الحاصل الضرب مالتهم شا سوي له اجمع يعني حيصير كأنه جين 1 في جين 2 زائدا جين 1 في جين 3 زائدا جين 2 في جين 3 وكملت حاليا ها على اعتبار المثال مالتنا بي 3 لوب جين زين اكمل بعد ناقصا sum of loop transmittance product of all possible triplets هنا كل زوج من اللوب اخذ حاصل ضرب مالتهم واجمعه هنا لا كل حاصل ضرب 3 جين يعني شوف هان لو المثال multi b3 gains فرا حضرب الجين الاول في الجين الثاني في الجين الثالث ووضعه داخل هذا القوس يعني داخل هذا القوس لو كان عندي المثال b3 loops واللوب هذي non touched فاذا في هذا الحال راح اقول g1 g2 g3 اخلي هنا هل عندي 3 loops اخرى بحيث اقدر اضرب مالتهم وهم مو احد تش للاخر اخلي اقول زائدا واخلي product of gains مالتهم في هذا الحال طبع هنا زائدا المجموعة اللي يعني مجموع ال gains لل اللوب اللي عددهم اربعة اجمع همين هنا يعني مثلا لو عندي system b8 loop كل اربعة من عدهم non touched اقول g1 g2 g3 g4 زائدا g مثلا خلي نقول 2 g3 g4 g5 زائدا هاي على اعتبار انه هذول اللوب شبيهم non touched اوجد كل حاصل ضرب لل اللوب اللي عددهم اربعة المحتملين وهنا بالاسفل هنا الخمس لوبات المحتملين زائدا ال gain ما الخمس لوبات حاصل ضرباتهم وهكذا هذي رح نفهمها اكثر من ناخد ونحق ونحق الخطوات اللي نشوف ها امامنا لحساب ال gain او transfer function بالنسبة للمنظومة نجي على delta k لاحظوا احنا القانون مالتنا b الآن قلنا هي عدد branches او forward path وبالنسبة لل delta اخذناها لنقلنا graph determinate هسا احنا على delta k شنو delta k delta k is the factor associated with the encountered bar اذا كل path لها delta k خاصة بيها ش تساوي هات delta k هي نفس هذا gain بس على شرط loops non touch لل path اللي انت تحسب لل delta k يعني اذا نحسب delta 1 لل path الاول فنرفع branches ما لل path الاول ونشوف شون loops اللي باقية ناخذ gain مالتهم ويوضع داخل الفورمولة هذه بس نسميها هاي المرة delta 1 او delta 2 او delta 3 بمعنى اخر delta k 4 k from 1 to h to n اذا نلاحظ القانون مالت delta k هذا بهذا الشكل نحسب delta k شي ساعة 1 ناقص اللوب gain which does not touch the k forward path شوف اللوب gain اش تقصد المعادلة هذه الاقواس ولكن خالية من اي لوب هي touch للمسار اللي يحمل نفس الرقام لل delta k يعني المسار الاول المفروض اللوبز اللي ناخد ونحط داخل هذا القوس تكون non touch لأي نود من النود اللي موجودة بالمسار الاول واضح اذا بيستخدام هذه الفورمولة اللي سميناها الماسم الفورمولة وبيعتماد هذه الطرق لحساب البرامترات الخاصة بالمعادلة رح نحصل على transfer function تحس العملية شوية صعبة بس هي من اول مثال رح تفهمها وتعرف كيفية استخدام رح تصير عندك بسيطة بالممارسة ناخذ المثال الاول لاحظ هنا لدينا هذا block diagram كخطوة اولى خلنا نتعلم شون نحول block diagram الى signal flow graph بعد نستخدم mass on formula على هذا signal flow graph حتى نوجد transfer function مالتنا لاحظ عزيزي الطالب كل gain هنا تشوفها وكل transfer function مالتك هنا تشوفها زين تتحول الى transmittance يعني تحط سهم شون عدنا هنا signal سهم وتنظر في gain مقدار G1 لاحظ هنا حطينا G1 هنا عدنا بالمسار هذا G2 حطينا المسار وحطينا G2 وهنا لاحظ عدنا مسار مكتوب H حطيت هنا مسار لاحظ باتجاه السهم حسب اتجاه الاشارة وايضا حطيت هنا H ليش الاشارة السالبة اجدت لل H لاحظ هنا ال H تدخل على الاشارة شوف وين يروح لل summit point اجدت اشارة سالبة لذلك هذا السالب يخرج بالنظر summit point باشارة موجبة اذا G1 موجبة لاحظ G2 دخلت على summit point باشارة ايش موجبة تجي الاشارة ما G2 موجبة وهذا CS هذا output وهذا RS هذا input اذا هذه النود الاولى هذه نود هنا وسطية اعتبر summit point هي node لاحظ سميناها X1 وهذه summit point الثانية اعتبرت ايضا node سميت X2 وبهذه الحالة تحول block diagram الى signal flow graph بهذا الشكل نقدر الان نطبق الماسون formula حتى نقدر نوجد transfer function لاحظ حتى نوجد transfer function باستخدام الماسون formula لازم اول شي نوجد P ونوجد بعدين delta K بعدين نوجد delta بعدين نوجد المجموع مالتهم اذا اول شي ننظر الى system مالتنا خلي اول شي نحسب كم path كم مسار عندنا في هذا example لاحظ المسار الاول كالتالي لاحظ هنا نمر بالx1 بعدين للx2 خلال g2 ونوصل للc هذا المسار الاول هل عندي مسار ثاني نعم من x1 مرورا بالg1 وبعدين للx2 ونوصل للc اذا كم مسار عندنا اثنين هل هذا يعتبر مسار للأسفل لا ليش لانه هنا انا امر عكس السهم وهذا لا يجوز اذا ما يعتبر هذا مسار بين ال input r وبين output c ادي فقط المسار الاول هو هذا والمسار الثاني هو اللي بالاعلى اذا عندي p1 و p2 فقط لاحظ هذا p1 رح امر اين امر بالنسبة للمسار الاول p1 امر g2 بالنسبة المسار الثاني g1 تمام اذا لاحظ p1 مربط g1 والp2 يمر ب g2 تمام نجي على حساب l1 لاحظ نجي الان على حساب l1 شون نحسب l1 l1 هو قلني العفو مو l1 وانما حساب delta 1 حتى نحسب delta 1 لاحظ هذا delta 1 زين لازم يشوف اش عندنا من loops لاحظ هل عندنا هنا loops داخل هذا system اي نعم دعني نشوف اللوب الاولى لاحظ هاي اللوب الاولى لاحظ هذا المسار الاول رجعنا feedback هذا المسار الثاني شوف من x1 عبورا بال g2 وصلنا لل x2 رجعنا على minus h ورجع x1 هذه path ال gain مات شنو ناقص g2 h زين عدنا مسار اخر او عفو loop اخرى رجعنا الروب الخارجية هذه هذه ايضا loop اذا وجدنا gain لل الاولى هذه ولل اللوب الثانية هي هذه اذا لاحظ عدنا gain مات اللوب الاولى لاحظ اللوب الاولى ال gain ما لف ال gain around the loop ناقص g1 في h ال gain around the second loop ناقص g2 في h وجدنا l1 و l2 احنا مطلوب لعدنا ايجاد l1 و l2 احنا مطلوب من ايجاد p1 p2 الى pn احنا لعدنا 2 path اذا في هذه الحالة لعدنا p1 و p2 مطلوب من ايضا delta 1 و delta 2 delta 1 و delta 2 بس من يقدر نحسب delta 1 و delta 2 ما لم يكون لعدنا قيم l1 و l2 موجودة زيان خلني المسار الاول P المسار الاول وين يمر G1 وين يمر G1 وين يمر G1 رح ارفع G1 رح ارفع G1 رح ارفع المسار بين X1 X2 اجي اشوف كم لوب بقت عندي بس على شرط متلامس اي نقطة المسار الاول لاحظ هذا المسار مالتنا الاول يمر بال X1 خلال G1 لل X2 لو شنة هذا المسار مات G1 رفعته شو بقت عدي بقت عدي X1 وايش نقطة X2 انا اقدر امر من ال R اوصل لل C بدون ما امر بالنقطة X1 او X2 لا ما اقدر الا امر بالنقطة X1 وال X2 اذا في هذه الحالة لا يوجد لوب هي non touch للمسار الاول ليش لانه هاي اللوب اللي كانت موجودة هاي اللي تمر بال G1 هذه ال H1 عفو ال G1 في الناقص H هاي اللوب تلامس ال PATH بال X1 و بال X2 ويا PATH ال PATH الاولى هذي اذا ما اقدر اخذ ما عدي لوب اذا القانون شي يقول مالتي عن القانون السابق لاحظ بالنسبة للكي الكي دلتا كي شي يقول واحد ناقصا اللوب غير ما تلامس لانه هاي اللوب دلتا 1 فالمفرض 1 ناقصا هنا اخلي غير ما تلامس غير ما تلامس ال دلتا 1 انا ما عدي لم أتلامسة اذا في هذا الحالة يبقى القانون هاي اللا اخذ القاوة صفر ما عدي غير بس يبقى عندي واحد بالقانون اذا في هذا الحالة لاحظ P1 لاحظ شوف هنا ايش طلعت عدي P1 تساوي واحد فقط من القانون بالنسبة للمسار الثاني هذا المسار اللي يمر بالG2 لاحظ رح ارفع عني G2 اللي يعتبر هالمسار هل عندي مسار اخر بدون ما يمر بالX1 والX2 اللي هي جزء من المسار الخاص بالG2 ما اقدر انتقل من الR الى C بدون ما امر من احد مكونات هذه اللوب اللي هي تاتش الالمن للمسار الثاني اذا المسار الثاني اللي الGain ما لتجيته لاحظ اللوبس اثنياناتهم تلامسة اذا لاحظت delta 2 رح تساوي واحد ناقصا الGain ما لتلوبس اللي ننتج ما عندي لوبس ننتج التو لوبس هي تاتش للباس الاول والباس الثاني في ذلك delta 1 هي واحد فقط والدلتا 2 هي ايضا واحد فقط وفي هذه الحالة كملنا حساب P1 والP2 والK1 عفو P1 والP2 والدلتا 1 والدلتا 2 ونقدر هسا نوجد الدلتا الكلية للسيستم مالتنا الديترمنت الديترمنت بالنسبة لل سيستم مالتش يساوي يساوي طبعا واحد ناقصا حاصل ضرب اللوب Gains كم اللوب عدي آني عدنا هذه اللوب الأولى لاحظوا يا هاي اللوب الأولى قلنا اللوب Gain ما تحسب ما وجدنا تذكرون ال L1 والL2 هذا اللوب الأول مثلا ناقص G2 في الأج واللوب الثاني هذه الخارجية ناقصا G1 في الأج إذن راح تكون الدلتا هي واحد ناقصا حاصل جمع اللوب Gain كليتهم كم اللوب عدي اثنين أخلي اللوب Gain الأول وأخلي اللوب Gain ثاني وأجمعهم نانا جمعتهم فصاد بهذا الشكل تمام فإذن واحد ناقص هاي ناقص من القانون حاصل جمع اللوب Gains اللوب Gain الأول هذا اللوب Gain الثاني هذا جمعناهم وصار عندنا بهذا الشكل الآن هسا راح نطبق القانون ما سنفورمولا هنا أنا حتى تكون عندي T تساوي C over R هاي ترى سيفونكشن نعرفها سميشن من K تساوي 1 إلى 2 ليش اثنيا لأنه عدي 2 باث P K دلتا K على دلتا نيجي هسا نقول من تكون الكيتو ساوي 1 ش راح يصير عندي P1 في دلتا 1 على دلتا هاي P1 في دلتا 1 على دلتا زائدا لأنه سميشن عندي زائدا شنو زائدا P2 في الدلتا 2 على الدلتا P1 نعرفها اللي هي نفسها G1 حسب هذا الناتج وعدنا P2 ش تساوي تساوي G2 هيا تخلينا فالP1 والP2 موجودات الدلتا 1 والدلتا 2 هم موجودات 1 ب 1 هياتهم هاي الدلتا 1 وهاي الدلتا 2 خليناهم عوضة نجمعهم صارت G1 زائد G2 الدلتا هاي الدلتا اللي هي الدترمنات of the overall system هي 1 بلاس هاي حقيات الناتج G1 H بلاس G2 H حصلنا على transfer function ولاحظ بعمليات جبرية بسيطة ما احتاجين التعقيد الشامل اللي شفناه بالحالات السابقة قبل أمثلة السابقة نجعل مثال آخر أيضا باستخدام الماسم formula لاحظ هذا المثال هذا المثال شوية أعقد البنى السابق أيضا رح نتبع الطريقة السابقة للحصول على transfer function مالتنا لاحظ حتى نطبق الماسم formula هي تساوي C over R وتساوي Summation من K 1 إلى NPK delta K over delta المفروض نجد P K نجد delta K ونجد delta أول شي خلي نشوف كم باث عدنا حتى نحسب P1 P2 P2 path path الأول straight line المسار الثاني يُعبر G2 وينزل X3 ويعبر C P1 نحسب Gain للpath الأول لاحظ حاصل ضرب شوش يشوف عندي G1 نحن عدي 1 إذن بالنسبة للP1 G1 بالنسبة للP2 لاحظ G2 فقط إذن P2 هو G2 فقط هل عندي loops خلي أبحث عن loops أم راني هنا ج 1 أدي feedback يرجع إذن إلى هذه النقطة إذن لوب أولى إذن نحصل ضرب G1 في ال-H هذه اللوب Gain الأول إذن L1 تساوي minus G1 في H عندي لوب أخرى لا ما عندي هذا اللوب الوحيد الذي موجود عندي في system هذا المسار موازي لهذا المسار الذي لدي هنا إذن لا نستطيع لوب بالأعلى إذن ما دائما عندي 2 path هذا الأول وهذا المسار الثاني المفروض عندي delta 1 و delta 2 أجل أحسب delta 1 delta 1 تحسب بأنه نشوف همل عدنا path بالنسبة لل path الأول هل عدنا لوب ما تلامسه عدنا لوب وحيدة وهي تلامس path الأول وأيضا تلامس path الثاني إذن رح يكون delta 1 مساوي للواحد ليش delta 1 تساوي 1 ناقصا ما عندي لوب ما تلامس هالمسار عندي لوب واحدة وتلامس إذن فقط واحد delta 2 للمسار الثاني أيضا عندي هذا اللوب تلامس المسار الثاني بالنقطة x1 إذن ما قدر أقول عندي لوب non touch لا هذا اللوب touch إذن هايضا رح يكون delta 2 هو فقط واحد حسب القانون لأن القانون شي يقول delta k تساوي 1 ناقصا بعدين ال gain لل loop اللي ما تلامس أنا عندي اللوب هنا تلامس فما يصير أخذ واضح إن أنا لاحظ إن هذا نقول loop 1 هذا L1 اللوب L1 touch plus the forward path اللي P1 وال P2 اللي gain مالتهم G1 و G2 إذن ما أقدر أقول delta 1 وال delta 2 هي غير قيم الواحد بواحد نجع الدلتا الكلية الدلتا كلية شو تقول القانون ماته الدلتا الكلية تساوي 1 ناقصا حاصل جمع اللوب gain حاصل جمع اللوب gain جم لوب عندي وحدة إيش قد ال gain مالتها هياتها وجدنا ناقص G1 في ال H إذن رأسا رح تكون الدلتا هي واحد ناقصا أخلي هنا اللوب gain الوحيد اللي موجود عدي اللي هو ال L1 اللي هو يساوي ال minus G1 في ال H خلينا وطلع بهذا الشكل الآن نجمع حسب قانون ما سن فورميلة نحقق هذا ال summation ال P الأولى جمع الدلتا أولى جمع ال P الأولى هي G1 وال delta 1 هو 1 زائدا P2 هي جمع هي G2 والدلتا 2 هي 1 أيضا والدلتا هنا بالمقام تساوي حسب ما شفناه 1 زائدا G1 في ال H وطلعت عدة راسير فونكشن بهذا الشكل شوف شكرا حلوة الحياة من رأس تحط T رأس تطع لك راسير فونكشن بهذه السهولة وبهذا نأتي على نهاية محاضرتنا لهذا اليوم ونشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة على أمل لقابكم في محاضرات أخرى وشكرا جزيلا